السلام عليكم وكم المتابعون الكرام شكرا لدعمكم لقناة سلاوي نيوز نشكركم على التشجيع ونشكركم على التحفيز وأتمنى الله سبحانه وتعالى نكون عند حسن الضن وعند حسن الطلعات ونقول للمون خريطان المشتركين الجدد مرحبا بكم في قناتكم قناة سلاوي نيوز أيها الطيبون الكرام دائما وابدا الله ما يزل الإسلام والمسلمين الله مرحم الشهداء الله مخف من أهل المجرحة والمصابين وعجل بشفائهم الله معود خيرا عن كل من فقد فرض من أسرتي ومن عائلتي ولا ننسى الله محفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء ومن كل شر أيها الطيبون الكرام مرحبا بكم مع أخوكم سلاوي نيوز مرحبا بكم بعاصمة المملكة المغربية الرباط عاصمة الأنوار ونحن هنا الإخوة المتواجدون على جنابات محطة القطار لوسط المدينة فكما يعلم العديد منكم ولمن لا يعلم أن الرباط توفر على محطتين للقطار محطة الرباط وسط الرباط ومحطة أغدال محطتين من الطراز الحديد ولكن للأسف الشديد يعني محطة الرباط توقف القطار عند زمن معين ولم يغادر أما محطة أغدال فهي الإخوة يعني محطة كما يعلم الجميع والبعض يقول يعني منذ الوهد الأولى هذه محطة المطار يعني محطة يعني من أحدث ما يكون محطة قام بتدشينها قبل عدة سنوات الملك محمد سلسن صلى الله وفي نفس الوقت تم إعطاء انطلاق خط استغلال خط التجفة الرابط ما بين مدينة طانجة ومدينة الدار البيطان هذه المحطة محطة وسط المدينة فالوقت الإخوة التي كانت في الأشغال تسير بوتيرة متسارعة وكنا نظن على أنه يعني قاربة الأشغال للنهاية وأن التدشين يعني لم يبقى له إلا يعني الوقت القليل فإذا بنا نتفاجأ ما بين ليلة وضحها الأشغال تتوقف الآليات يعني خرجت من الورش والورش وأصابه الإهمال لعدة سنوات وكانت العديد يعني في كل مرة كانت العديد يعني من وسائل التواصل الاجتماعي وقدرك القنوات الإلكترونية والصحف الإلكترونية ووجر الإلكترونية كان الجامعي يتسأل ما مصير هذه المحطة هل أشغال بها ستكتمل أم لن تكتمل وإذا لم تكتمل فماذا سيكون مصير كل هذا البنيان الضخم وكل هذا العدد الهائل من يعني الفولاد والزجاج وكل هذا الأمور فبقينا دائما نتسأل ما المصير ما المصير ما المصير وإذا بنا اليوم والإخوة صرحة أمر بجانب هذا الورش فإذا بي أتفاجأ وبخبر جيد وسعيد جدا جدا ومفرح لسكان مدينة الرباط وكذلك لزوار مدينة الرباط الأشغال إخوة عادت لتدب من جديد داخل هذه المحطة الأشغال عادت من جديد داخل هذه المحطة إخوة وهذا يعني على أنه تم استئنة في الأشغال وعندما نقول تم استئنة في الأشغال فإننا نقول على أن هذه المحطة ستخرج إلى الوجود بحول الله سبحانه وتعالى في المستقبل يعني القريب والقريب جدا بإذن الله سبحانه وتعالى فلا ننسى على أن المغرب مشرف على احتضان مباريات يعني ونهائيات كأس إفريقيا وننسى كذلك لأننا بحول الله مشرفون على يعني كأس العالم بإذن الله نطلال العمر سنة 2030 إذن علينا كذلك أن تكون لدى الرباط وبالضبط وسط المدينة محطة يعني للقطار ذات يعني مستوى عالي وذات مستوى حديث إذن أيها الطيبون الكرام لن نطلع كثير في الحديث الحمد لله أن الأشغال عادت إلى هذه المحطة ولمن لا يصدق الإخوة فكما ستراون أن هناك أنوار تشتعلها بالداخل إذن هناك عدة أمور وهناك أصوات للأشغال بالداخل إخوة بشكونوا واضحين ومشكونوا واضحين وحتى لإخوة البوجي لاشتوفه في الدخلة فردك البوجي رأى ما كانش إشحال هذه إذن أيها الطيبون الكرام لا يستعون إلا أن نتمنى الخير والتوفيق لهذا الورش وأن يتم إخراجه للوجود في أسرع وقس بحول الله سبحانه وتعالى لأن الأخوة كنتشوفوا هاي الأضواء رأى الآن مشتغلة للداخل إذن نرى بدأوا يعني ذات كما تقولوا ربما عملية طيب من الداخل إخوة من أجل أن تكون المحطة بإذن الله السميع العليم جاهزة في أقراب وقت ممكن إذن أيها الطيبون الكرام لن أطلع عليكم كثيرا كما بدأنا الدعاء كما بدأنا الفيديو بالدعاء نختمه بالدعاء اللهم عزي الإسلام والمسلمين اللهم عزي الإسلام والمسلمين اللهم عزي الإسلام والمسلمين والإخوة نختمه بواحد الخبر صار وصار جدا فبحول الله سبحانه وتعالى التاجي في سيربط لنا ما بين مدينة طانجة ومدينة موراكوش وهذه الأخبار بحول الله هي أخبار مؤكدة الإخوة فبفضل يعني إن شاء الله الاستثمارات التي ستكون بين شراكات ما بين المغرب والإمارات فإن خط تاجي في سيصلوا إلى مدينة أجادير إذن أيها طيبون الكرام ليس عني لنشكركم أتمنى لكم التوفيق وأتمنى الله سبحانه وتعالى كما قلنا أن يحفظ الله دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء من كل شر تحياتي لكم كان معكم أخكم سلوي نيوز من عاصمة المملكة المغربية الرباط وبالضبط من جنبات ورش محطة القطار أو محطة القطار للمدينة تحياتي لكم